ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب كونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الجوزاء ونصائح مهمة جدا جدا لشهر فبراير لعام 2021 برج الجوزاء من اول النصائح اللي عايزة اتكلم عليها وهي ان احنا لازم يكون عندنا حالة من التركيز القوي في امور البيع والشرق عندك شيء في بيع وشرق او في حد بيتكلم باسمك بموضوع لعلاقة ببيع او شرق حازر جدا من نقطة معينة ان حد يكسب عايز يكسب من بيع او شروع على حسك يعني انت اللي متصدر في الموضوع او من الاخر انت اللي هتتدبس في باقي الفلوس او ايا كان هو اهم حاجة عنده مصلحته فقط سواء حصوله على بيع او حصوله على المبلغ المادية فخلي بالك اوية اوعى او حازر من حتة ان حد يقولك مثلا الارض دي تسوى مش عارفة ايه او حاجات القصص اللي ممكن تحصل دي فخلي بالك جدا من حتة التصرع في البيع او الشرق عليك انك تعرف اصل البيع والشرق ده ايه عايز تعرف اكتر يعني ما تبقاش متسرع ما بلاش حد يقنعك اللي هو لو ملحيتش النهار ده مفيش بكرة لا خلي بالك هي مش كده طيب النقطة التانية اللي عايز اتكلم عليها يا برج الجوزاء وهي حبه خلينا نعيش حالة حب حالة من الاستقرار حالة من السعادة يعني ادعم نفسك ان انت تنطالك في الحب وتنطالك في السعادة يعني ايه عندك فيه امور لها علاقة ببعض الانسيقاضات العاطفية او هيكون عندك بعض السيطرة العاطفية خاصة لو بتتعامل مع بعض الابراج اللي في حياتك فبالتالي خلي بالك ان انت تحسس الشريك ان انت موسيطر اكتر او ان انت لا انا هقدر اعمل كذا لا انت لو ما عملتش كذا هيبقى عندك حساب تاني لا ده ما ينفق فكرة الانتقاد او انك بتحسه على حاجة او انك بتعقبه كل ده يكون امر سلبي فعليك ان انت تكون يعني خليك رويح كده يعني خليك مارن كده لين في الامور العاطفية قول بحبك كتير قول بحب يعني قوله الحب ومعاني الحب ودلع يعني ابدأوا بالدلع عشان تدلعوا برج الجوزاء امور السيطرة او العصبية او حتة اللي هو خاصة رجل الجوزاء حتة اللي هو ممكن تكون عندك مثلا اسلوب واحدة بتتتبعه عليك ولا حاجة فالشريك بيغير او شريكتك بيغير فانت بتقول لها لا ده قصة عادية والكلام ده كله لا خلي بالك لان التفاصيل الصغيرة دي ممكن يحصل فيها مضايقات كتير ويحصل عليها مشاكل طيب برج الجوزاء حازر من التصرع في الامور العاطفية اللي لها علاقة بسرعة ارتباط او سرعة انهاء علاقة حتى كمان الناس المنفصلين انت عندك رجوع الماضي وعندك حب جديد فحازر كويس قوي قبل ما ترجع للماضي او انك تحب جديد يعني فكر اي الافضل اي الاحسن انت هتكون مرتاح فين القصة فعليك ان تدرس حالتك تدرس حياتك تدرس خطواتك ده مهم جدا جدا يا برج الجوزاء فعليك ان انت تكون عارف انت انت عايز ايه هدفك ايه دي نقطة حلوة او تاخد بلك منها يعني امورك الصحية والصحة النفسية وخاصة الناس اللي ممكن تكون في مكان مش مكانها او بلد مش بلدها غربة يعني حتة الغربة غربة من حز بلدك او الغربة النفسية لو انت عندك الاحساس ده حاول ان انت ما تحسهوش حاول ان انت تعمل اي حاجة عشان الاحساس ده يخرج منك لان حالة الوحدة او الغربة اللي انت ممكن تكون حساسة سواء غربة في بلد غير بلدك ومش عارف تتأقلم فيها او ان انت ممكن تكون عندك غربة نفسية يعني في وسط عيلتك واهلك بس حاسس انك وحيد حاول انك تقرب للناس اللي بيحبوك في اسرع وقت عندك ايجابيات قوية جدا لو انت لو انت يا برج الجوزاء مساعدتش نفسك سداني محدش هيساعدك فحاول على قد ما تقدر انك تخرج نفسك من الحالة دي حاول انك تقرب للناس اللي بيحبوك حاول انك تكون مندرج اجتماعيا باي شكل بس شكل ايجابي طبعا ليه لان ده الشيء الوحيد اللي ممكن يؤثر على الايجابيات اللي موجودة عندك خلال الشهر ده لسلبيات دي نقطة مهمة يعني ليها نسبة قوية في التأثير برج الجوزاء برضو من النصايح المهمة اوي 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 اللي لها علاقة بانت عندك فيه اوراق ومستندات يعني فيه قصة ورق وحاجات رسمية فيه حاجات رسمية انت بتجري فيها بتمشي فيها حاجات برضو لها علاقة ببيعة وشيرة فكرة ان انت تكون مستعجل هتخسر فكرة ان انت تكون عندك كل عندك حاجات كتير انت عندك اكتر يعني اكتر من طلب اكتر من شيء عايز تعمله فمثلا كميثال قدني قدني عشرة حاجات عايز اعملها عملت منهم تلاتة عملت منهم ستة عملت منهم تسعة بس فاضل حاجة واحدة مثلا ايا كان مبلاش تزعل على الحاجة دي انت مدام طلقت بانجاز ولو واحد مش مهم الباقي يعني مبلاش حتة انك تزعل على حاجة انت لسه ما خلصتهاش لا هيكون قدامك وقت تخلصها لو انت اديت نفسك حتة الزعل على ان انت خلصت كذا او ما خلصتش كذا او الموضوع ده هيأثر عليك سلبيا جدا وعلى فكرة هيجيلك حالة من الزهق فهتبدأ انك تهمل مش النقطة دي بس لاتهمل نقاط تانية حواليها فيه برضو موضوع برض مهم يعني عندك خلاف محد فيه امور اشتراكة وممكن يكون على فكرة شراكة عاطفية يعني مع شريكك او شراكة مهنية او حد مع العائلة فيه خلاف والخلاف ده ممكن يكون ما بين انه بيقوى ويهدى يقوى ويهدى حاول على قد ما تقدر انك تكون متمالك اعصابك عشان اعصابك هتفلت شويتين ثلاثة يعني خليك تكون هادي سايس الدنيا خليك ان انت لا يا عم بكرة ربك يحلها وخليه يعني مش مهم يعني ادي فرصة ادي فرصة لنفسك ان انت تعيش وان انت تكون سعيد اكتر ان انت تفرح بنفسك اكتر ان انت تكون قادر تخلي فيه فيه سعادة جواك لان ده يحسن كتير من المعاملة ويقلل من العصبية بتاعتك وحاول على قد ما تقدر فعلا يا برج الجوزاء ان انت ما تبقاش عندك شدية الاعصاب والزعيق على اي حاجة او ان انت يكون خلقك دايق لان خلقك دايق فهدى من نفسك كده هدى من نفسك لان عندنا ممكن تكون عصبيتنا تخلينا نخسر مشاكل او نوع في مشاكل كتير برج الجوزاء بالنسبة للناس اللي هي مشغولة باكتر من حاجة مهنية او عندنا مشروع ويعني بنشتغل في حاجة وعندنا مشروع زي حالاتي كده بشتغل وعندي مهنية فاللي هو يعني عندك حاجات زي كده مشغول باكتر من امر او عندك كمان دراسة وشغل ما انتو شايفين عيني عاملة ازا انا خلاص في استواد حوالين عيني هيبدأ يهل وانا اكتر حاجة بتزهقني انه يبدأ يهل دي عشان اهلته بتبقى وحشة فالدراسة او المهم يعني فاذا كنت كده حاول على قد ما تقدر ان يكون عندك حالة من التركيز اكتر حاول ان انت تكون خلي بالك من نظام غزائك خلي بالك ان انت تكون واعي لكل حاجة حاول على قد ما تقدر انك ما تبقاش بتقول اي كلام لان فترة اللغبطة وعدم التركيز او عندك اكتر من حاجة مشغول بحاجات الكلام ده كله فعليك ان انت تكون واخد بالك من الكلام لان الكلام بيدلدى يعني ممكن تقول كلمة مش حلوة ممكن يكون انت قصدك عادي جدا انا قلت كلمة فوسط مجموعة تفهم غلط فخلي بالك اوي عندك اشخاص هيكونوا في حالة من التوقيع يعني عايزين يوقعوك يعني عايزين يعملوا معاك مشكلة على اساس انه هما يعني ياخدوا بند عليك ياخدوا مش عارف يعني مثلا هتلاقي نفسك ان انت لو شخص مشهور او شخص محبوب حد يحاول ان هو يعمل معاك حاجة مصلحة يا يتخانق معاك يا يبهد اللي مش عارف ايه عشان خاطر ان هو يعني ينلم الحب جانب ينلم المصلحة لو مشهور ينلم الشهرة فعندك حاجة زي كده فدي نقطة مهمة لازم تكون واخد بالك جدا منها عندك اشخاص احنا قلنا انها بتتكلم باسمك عندك اشخاص بتتكلم باسمك يعني يتخلي بالك لان انت اسمك بيتقال او ان انت اسمك ممكن يتقال كتير هري كتير زن على موضوع اه حاجة تحصل بسببك او بسبب يعني بسبب برج الجوزاء فخلي بالكم جدا جدا لان في ناس هراية بتهري كتير عليكم فكونوا حرصين جدا جدا على ان احنا اصرارنا لنفسنا حياتنا لنفسنا ان احنا ما يبقاش بندخل حد في حياتنا حاول على قد ما تقدر ان انت تتواصل مع الاخرين ولكن ولكن تواصل مع الاخرين للناس اللي تستاهل وانت عارف كويس جدا مين الناس اللي تستاهل برج الجوزاء يعني انت اضرب ده لكن في ناس ما تستاهلش دول بقى ركنهم على جنب دول كده اقرب عربية اقرب عربية تريلا حطها قدامه خلاص يعني زي على رأي عين الامام اللي هو ويتخبط في اوتوبيس سياحي فافر فلا كانت بتألف المسرحية معا متى فبرج الجوزاء حاول على قد ما تقدر كمان يعني نكمل نقاط لان هي فعلا كتير حاول على قد ما تقدر انك انت تكون عندك نظرة تفاقلية ودايما بص للافضل والاحسن زي بالزبط حاجة الشواء احنا واحنا مثلا صغرين او ناس اللي بتدرس دايما ندور على انك تجيب الامتياز الامتياز بدرجة اعلى كمان فكل ما تبص للامتياز لو انت يعني ها خسعت شوية هتجيب جايد جدا مش هتجيب جايد ولا مقبول لا هيبقى عندك اللي هو اقل درجة فحاول على قد ما تقدر انك تبص للأعلى ثم الأعلى الأعلى الله يعني ولكن في نفس الوقت الأعلى الدنياوي فحاول على قد ما تقدر انك تبص للقيمة القوية القيمة اللي تستاهل عشان انت تبقى منظور او هدفك على حاجة مهمة دي حاجة حاجة بقى مهمة برضو بورج الجوزاء انت عندك اشخاص عايزة تنفسك على الهواء تنفسك بجد على الهواء ومشكلة بورج الجوزاء بيلاقيها على فكرة حاول على قد ما تقدر ان تخلي اللي ينافس ينافس اللي عايز ينافس قوله عندك اربع حيطان اغبط نفسك في اي حيطة بس في نفس الوقت انت ما تحطش ده في دماغك اللي بيحط نفسه في منافسه معك بيتدهس بس في نفس الوقت انت كمان ماتشغلش بلك به عندك حاجات كتير تقدر تعملها وتفكر فيها بورج الجوزاء عندك حاجات فعلا مفروشة قدامك في خلال شهر فبراير بتقولك اعمل كذا واعمل كذا وعمل كذا ووضوح وضوح الشمس بس عليك انك تبعد عن الناس اللي هم الفشلين تبتعد عن الناس اللي بتدولك تاقة سلبية تبتعد عن الناس اللي هم عايزين ينفسوك او يتحدوك تبتعد عن الناس اللي عايزين يوقعوك في مشكلة تبتعد عن التأثير السلبي اللي انت ممكن تحطه لنفسك في حتة ان انت مخلصتش كذا الوقت بيسرقك لا انا مش عارف ايه حتة الاحباط دي لازم تبعد عنها قدامك وقت طول ما انت عايش قدامك وقت ان انت تنجح وتعلى وتكون حاجة قوية جدا برج الجوزاء من ضمن الحاجات اللي انا برضو يعني اعتبروا اخر حاجة هتكلم فيها ان انت دايما تكون بتدي التحفيز لنفسك ما بين الفترة والتانية دايما تعمل ده كتير عنده موضوع او مشاكل لها علاقة بالحسد لها علاقة بالسحر عليك انك انت اللي تعالج نفسك انت اقوى واحد تقدر تعالج نفسك من المشاكل اللي زي كده انت اكتر واحد تقدر تعمل ده بوربك لربنا بالنظر التفاقلية بان انت تكون قوي ايمانيا شكركم جدا انا طولت عليكم معذروني بس فعلا في حاجات كتيرة احاول ان انا بتكلم كمان على في التوقعات الاسبوعية على الامور اللي ممكن نخلي بالنا منها ايه ما تنسوش لايك واشتراك في قناة تفعيل الجرس شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة